اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كررت كوريا الجنوبية الفوز بعد انتفاضة اخرى متأخرة امام استراليا كما فعلت امام السعودية ليتأهل فريق الزومبي او الموتى الاحياء كما اطلق عليه الى قبل نهاي كأس اسيا لكرة القدم في قطر وبنفس السيناريو انتزع فريق المدرب يورنغ كلينسمان التعادل امام استراليا بركلة جزاء قبل دقيقة من نهاية الوقت بدل الضايع ثم استفاد من النقص العديد للمنافس ليحسم السونغ هونغ الفوز بركلة حرة رائعة في الشوط الاضافي الاول واصل منتخب الكونغو الديمقراطية مفاجعته ببطولة كأس افريقيا وتأهل الدور قبل النهاية عقب فوزه على غينيا ثلاثة مقابل هدف في منافسة دور الثمانية وتقدم انتخب غينيا بهدف من ضربة جزاء نفذها محمد بايو بنجاح في الدقيقة العشرين قبل ان يدرك شانسيل من با التعادل للكونغو في الدقيقة السابعة العشرين وفي الدقيقة الخامسة وستين سجليون ويسا الهدف الثاني للكونغو من ضربة جزاء ثم اضاف ايرثر موسوكو الهدف الثالث في الدقيقة الثانية والثمانين حجزت نيجيريا اول مقعد في الوربع الذهبي بكأس الامن الأفريقية لكرة القدم بالفوز على انغولا بهدف دون راد سجل مهاجم اتلنتا الايطالي هدف اللقاء الوحيد قبل نهاية الشوط الاول من متابعة لتمرينة موزيس سيمون الذي اخترق بشكل رائع من جهة اليمين ومنع القائم هدف التعادل لانغولا بعد تسديدة امبريزوني سلفادورا قبل امرور ساعة افتتحت الشيخة جواهر القاسمي حرم حاكم الشرقى الشيخ سلطان القاسمي دورة الالعاب للاندي العربية للسيدات الشرقى عشرين وعشرين في مسرح المجاز بامارة الشرقى بحضور عضو مجلس ادارة اللجنة الولمبية والبارلمبية السعودية رئيس البعثة السعودية المشاركة اضواء العريفي وعبدالعجز العنزي الامين عامل اتحاد اللجان الولمبية الوطنية العربية بمشاركة 550 لاعبتان يمثلون 63 فريقا من 15 دولة عربية اشتركوا في القناة